تحركت الجيوش وكانت خطة النعمان رضي الله عنه احنا ذكرنا ان خطة عمر بين للنعمان ماذا يفعل وارسل له خطابا انا ذكرت هذا الخطاب في المرة السابقة فامره بتقوى الله سبحانه وتعالى وامره بالعدل بين الجنود وان يكسر من قوله لا حول ولا قوة الا بالله وان يكسر من الدعاء وان يطلب النصر من الله سبحانه وتعالى ورسم الخطة كما بيّنت جيش يتوجه من البصرة جيش يتوجه من الكوفة جيش يتوجه من المدينة الكل يلتقي ويكون على القيادة النعمان رضي الله عنه